هاخد ده واروح بيه بقى للستة المصرية الجميلة اللي احنا متعودين عليها واروح مع حضراتكم كده لأوسيم ايه أوسيم دي يا أخي جابر رحنا قرية أوسيم رحنا مركز أوسيم في الجيزة ورحنا احدى القرى التابعة لمركز أوسيم فيه صوت ولا مفيش؟ مفيش صوت احنا بنتكلم هنا عن تكافل وكرامة اللي بدأ 2016 بتكلم هنا عن حالة من حالات يعني بصوا حضراتكم كل اللي انتوا شايفينه ده طبعا هتشوفوهم الجمعة بإذن الله اللي انا عايز ارصده لحضراتكم بالشكل ده سيدة المصرية كل بيسمونه كده العطم الأساسي لهذا التقرير هو السيدة ده طبعا دكتور مجد حلمي اللي بشكره شكر جزيل وفيه ده كتر آخرين التقينا بيهم دي الزايدية دي الوحدة الاجتماعية بالزايدية بأوسيم القرية اللي احنا كنا فيها قرية الزايدية بأوسيم والحقيقة ممكن بعض بعض الناس بتكونش واخدى بالها من الحماية الاجتماعية اللي بتقوم بيها الدولة في الأمر ده احنا عندنا خمسة واثنين من عشرة مليون خلي بال حضراتكم مليون مش مليون شخص مليون أسرة خمسة واثنين من عشرة مليون أسرة بتستفيد من البرنامج اللي يعني واحد من البرامج المهم جدا اللي هو برنامج تكافل وكرامك الشهر بقى اللي بتتحمله الدولة في خلال هذا البرنامج انا بتكلف على مليارات يعني اثنين سبعة من عشرة مليار جنيه شهريا تكلفة برنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية ودي مساعدات اسمها دي اسمها رائدة اجتماعية اسمها رائدة اجتماعية والحقيقة دول رائدات اجتماعيات وسيدات متلقين للخدمة رائدات اجتماعية دي كريستينا كل ما اكلم حد في المنطقة في الزايدية كل ما اكلم حد عن الخدمات يشكر فيه اختنا كريستينا كريستينا دي سيدة موجودة بتتعامل مع المجتمع هناك وتتعامل مع السيدات الستة الموجودة جنبنا دي ستة عظيمة جدا لدرجة ما تسمعوا بإذن الله حكايتها وانه ازاي هي كرائدة اجتماعية برضو قدمت شكل من اشكال التوعية للسيدات دكتور مجد حلمي هتشوفوه هو بيتكلم في موضوع الحماية الاجتماعية اللي بنتكلم عليها الدولة في هذا الامر فالحقيقة ده شغل هايل جدا من جانب السيدة المصرية اللي بتتلقى الخدمة وسيدة المصرية اللي بتساعد في تلقي الخدمة